السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم الى روائع ابن القيم اللهم اننا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سنحلو يا جميل اهنئك بكل ما قيل لاك كل الذين هنأوا ولكن وفق التنزيل سنحلو يا جميل ولكن لماذا التحفيل ما بطولة من حياته في قال وقيل اين البطولة يا جميل يهنأ فقط لانه عاش اذا نهنئ الكباش ونحتفل ايضا بالفراش بمناسبة العمر الطويل سنوهم يا جميل من عود نفسه النجاح ربط التهاني بالفلاح سر بالجد لا بالمزاح افعال لا قويل سنحلو يا جميل التهاني بالكريسمس كم غنوها فكانت انحس بالذكر وحده الشؤم يخنس ويداوى الزمان العليل سنحلو يا جميل الله وحده يختار اعيادنا للكفار يخلق سبحانه ويختار واختياره عظيم جليل سنحلو يا جميل لا تعبدوا العادات الله اعلم ام الكائنات نبيكم ام المجاملات فكر واختار السبيل سنحلو يا جميل كم جربنا عمر دياب ولا مرة شؤمه خاب اسأموا من الله وافتحوا للشرع الباب قد جاءتكم المرسيل سنطاع يا جميل تحبون النكد يا دعاء حرمتم علينا الحياة بل نحن دعاة الاله لا يصدنك التهويل السنوات لا تشتم من عمرك فتعلم من حقك ان تحلم وفي الطاعة التأويل سنحلو يا جميل ليس علم التارو والتنجيم بل دجل وكهانة من سأل عرافا بطلت صلواته وتهددت الديانة فان صدقه فقد كفر وبرئت منه الديانة ذا حكم من نزل عليه جبريل سنتوكل يا جميل هيا أحبابي نتأمل ونتدبر معا كلام الله في مرور الأعوام ولكن أولا جددوا النية فبالإخلاص مجلسنا سيحلو وعلى سيد النبيين صلوه يا أمة الخير فعملوا فالعمر كله فائد الحمد لله الذي عمل طفه البرايا إذ براهم وبر قريب يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كريم ولا حرج على فضله رب أشعى فأغبر لو أقسم على الله لأبر وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أسره ما فح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر أما بعد فأهلا ومرحبا بحضرتكم إلى الروعة السامنة والعشرين بعد المئتين من روائع ابن القيم وفي هذه الحلقة نتأمن معا أربع آيات من كتاب الله ونقرأ كلام ابن القيم عليه رحمة الله في تدبرها وهذه الآيات العظيمة دوما يأتي ويحين تدبرها كلما مرت الأعوام ومرت السنون تمر الأيام وتمر الأعوام ومع بداية عام شمسي ميلادي جديد يأتي موسم التنجيم وتوقعاتك الأهل هيكسب ولا زمالك كورونا هيحصل إيه ولا مش يحصل إيه توقعاتك هيحصل كذا ولا يحصل كذا وهذا الكلام ظاهره التفاؤل ظاهره المزاح والحقيقة أنه حرام حرام ومن كبائر الزنوب لما تمسك الجرنان في أديك لما تمسك صفحة الفيسبوك بتاعتك لما تمسك تليفونك وتقلب في تليفون وتلاقي توقعات السنة تلاقي صفات البرج الفلاني تلاقي كيف يتصرف أصحاب كل برج في الموقف الفلاني تلاقي خبيرة التارو خبير النجوم خبير التوقعات خبير الأفلاك يقول لو خليت الصفحة دي قدامك لحظة اتفرقت بنية الفضول اتفرقت بنية أن أنا أشوفهم صادقين ولا كذبين اتفرقت بنية أن أنا فاضي وعايزة تسلى اتفرقت بنية أن أنا مش مصدقهم بس سألت كده شفت الأخبار إيه أربعين يوم من حياتك صلواتك بطلت خاف من كده محدش يعلم القبول إلا الله لكن إحنا عندنا تهديد قد رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل عرافا فقد بطلت له صلاة أربعين ليلة اللي يسأل بس عراف اللي بس يبص على الموضوع ده بيتفرج عليه ما فيش تصديق مش مصدق بيتسلى أي سبب تاني غير التصديق أي مبرر تاني غير التصديق بطلت له صلاة أربعين ليلة فإن صدقه نروح لحديث تاني خالص قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد برئ مما أنزل على محمد وفي رواية فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم يا شؤمن الامتبعين المزيع الفلاني اللي بيجيب خبراء التوقعات يا الحمد لله شفت الفرق بقى بين الأستاذ السجيني والمزيع الفلاني المشهور شفت الفرق بين اللي بيتابعه الأستاذ عمر حنبالي واللي بيتابعه المزيع التاني المشهور شفت الفرق الفرق هو إن ممكن واحد تقعد قدامه خمس دقائق تحبط صلاتك صلاته أربعين يوم أربعين يوم متين فرض طاروا من الصحيفة وتحزفوا من غير تزديق ده أنا بس بتفرق ده أنا بتحك فإن صدقه فقد كفر عمل زنب ربنا قال عنه إن هو كفر إحنا دلوقتي مش بنكفر حد بعينه إحنا دلوقتي بنقول إن العمل ده كفر وفيه فرق بين إن العمل ربنا والرسول عليه الصلاة والسلام يسميه كفر وبين إن اللي بيعمل كده يبقى كفر ولا لأ ده محتاجة إثبات شروط ونفي موانع وده مقام تاني مقام قضائي إحنا دعاء بندعو الناس إلى الله فلما نقول حديث في لفظ الكفر بنقوله على سبيل الوعظ التحذير والتخويف وحض الناس على التبكر يا ناس هي بلدنا عايزة كده عايزة كلام عايزة كلام أرأيت لو كان في يدك تمر والناس يقولون في يدك بعرة أرأيت لو صدقت الناس ألست كنت تلقيها وتخسر اللي في إيدك أرأيت لو كانت في يدك بعرة أعزك الله والناس يقولون في يدك تمر أرأيت لو صدقتهم ألست كنت تأكلها علشان كده حبيبي عايزين نتجنب عايزين نتجنب تماما مشاهدة الناس اللي بيحضون على المعاصي دي عايزين نتجنب تماما متابعة الناس اللي بيخلونا نسيب جناب التوحيد شفتوا الخطر الكبير والخطر الجسيم ييجي كريسمس ييجي موسم يناير ييجي الوقت ده ومعا كمية شتائم في السنة اللي عدت وطلبات من السنة الجديدة يا جماعة وانت صغير وانت نونو لما خلعت سنة وقالو لك يا شمسي قولي يا شمسي يا شموسة خذي سنة اللي مش عارف ايه وهاتي سنة العروسة الكلام ده يا جماعة كان كان وانت صغير بيتقلك الكلام ده يا جماعة لما تقلك وانت صغير كان كلام باطل انت غلطاني ان انت صدقته لحد ما كبرت وفاكر ان الشمس بتجيب وبتودي كانوا بيسلوك وانت صغير عشان كده ما تقولوش كده يا جماعة لأفطال ومصغرين لان هما لما كبروا وبقى شخطة الوقتي لما كبروا وبقى طول وعرض لما كبروا وبقى عشرين وتلاتين واربعين وخمسين وستين سنة بقى يصدق ان سنة واحد وعشرين عملت حاجة وسنة عشرين عملت حاجة لا الايام والشهور والسنين دي مخلوقة علشان كده رب العالمين سبحانه وتعالى يقول يؤذيني ابن آدم ويسب الدهر وانا الدهر بيد الامر وقلب الليلة والنهار يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليلة والنهار يقول يا خيبة الدهر فلا يقولن احدكم يا خيبة الدهر فاني انا الدهر ايش عالفين وعشرين تطلع ايه الفين وعشرين ايام لكن الله عز وجل هو الذي خلقها واحيانا فيها وقدر فيها هذه الاقدار يا حبيبي انا نزلت منشور على صفحتي اتمنى كلكم تشاركوا فيه فيه ايه فوائد ايه فوائد ازمة كورونا نسأل الله عز وجل عافية والسلامة نسأل الله عز وجل ان يشفي كل مريض كورونا وان يعافيه وان يعافينا من هذا البلاء وان يرحم من مات في هذا البلاء وان يكشف هذه الغمة عن جميع الامة يا حبيبي حتى الازمات دي فيه ناس مش بيقولوا فيه ناس عملت ملايين في الازمة دي فيه ناس عارفت تعمل فلوس فيها وانا بقول لكم واولياء الله عملوا حسنات فيها الدعاء اشتغلوا فيها المتصدقين اشتغلوا فيها الصابرون كسبوا فيها اجر الشهادة في سبيل الله بيقولوا لي هو اللي يموت في كورونا شهيد ولا لا قلت لهم اللي يعيش في كورونا شهيد اللي يجيو له كورونا ما يموتش ان شاء الله شهيد وهو عايش اهل الاثرة اهل البيت الواحد اللي فيهم واحد عنده كورونا معهم اجر الشهادة ان شاء الله عز وجل من غير ما يموته ومن غير ما يمرضه حتى اهل المنطقة اللي انتشر فيها الوباء الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولا ينزل بأرض فيها مؤمن فلا يخرج منها فرارا منها فرارا منه من هذا الطاعون إلا كان له مثل أجر الشهيد ده من غير ما يموت ولو مات قال عليه الصلاة والسلام الطاعون شهادة لكل مسلم والعلماء قاسوا الطاعون قاسوا كورونا على الطاعون باعتباره وباء فالمقصود يا أصحابي إن احنا ما نشتمش عشرين عشرين انت شفت واحد وعشرين عشان تشتم عشرين الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما من زمان إلا والذي بعده شر منه ما تحسبش كده ما تحسبش كده إنما في حاجة مهم عايز أقولها لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن بخير على كل حال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير يبقى الزمن اللي جاي ده مش أسهل من اللي فات لازم نبقى فاهمين طبيعة الامتحان شمعنا متقبلها في الجيمز شمعنا متقبلها في من سيربح المليون شمعنا متقبلها في طبيعة حياتك في الشغل إن كل ما تكبر كل امتحانات تكون أصعب امتحانات سنوي غير امتحانات إعدادي امتحانات الكلية غير امتحانات سنوي شمعنا متقبلها في كل شيء هي الزمن كده هو الزمن كده كل مرحلة أصعب من اللي بعدها يقوله عليه الصلاة والسلام وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم يقول ثم تجيء الفتنة فيقول هذه هذه وقال عليه الصلاة والسلام وتجيء الفتن يرقق بعضها بعضا كل فتنة تقول ياه ده اللي فاتت كانت أهوا ده اللي فاتت كانت أخاف مش تشاؤم فهم فهم دي طبيعة المعركة دي طبيعة الصراع دي طبيعة الأيام مش الأيام طبيعتها ان انت تقول السنة حلوة اللي جاية وبس وما تعملش حاجة لأ انت محتاج إيمان انت محتاج طاقة إيمان طاقة إيمان فأول السنة مخصوص عشان نقاوم بيها هوجة المجاملات في معصية الله والنفاق نفاق الناس مش هقول بس نفاق النصارى ومجاملة النصارى والخوف من ان انت تتهم ان انت متشدد او ان انت ضد السلم المجتمعي والكلام ده لا تحتى عيد ميلادك انت عيد ميلادك انت وانت حد متدين انت واحدة فهمة كويس ان يوم ميلادك مش عيد عيد بمناسبة ان انا عشت ولا عايش يتقال له شاطر ان انت عشت بس كده ده نجاحك في الحياة ان انت موجود لا طبعا النجاح الحقيقي معروف وده اللي تستحق عليه التهنئة كل ما تحرص خطوة حلوة في حياتك لكن من غير خطوات حلوة في حياتك من غير قفزات إيمانية من غير تحقيق نجاح تستحق عليه التهنئة ما ينفعش يتقال لك تهنئة يا متدين ويا متدينة لما يجي يوم ميلادك وتلاقي الناس كلها بتقول لك كل سامن طيب لو سمحت علشان احنا علشان كل المسلمين علشان كل الناس اللي زيك انت أقول حرام لما يكون عيد ميلاد مدير الشغل لما يكون عيد ميلاد ماما بابا لو سمحت اعمل المعروف واعمل الخير واعمل البر واعمل الكرم وانت معروف أساسا بحسن خلقك وحياتك كلها معاهم وقول ما ينفعش حرام لأن لما الشيخ فلان والأخ فلان أو ولاد الشيخ يبقى حالتهم على الواتساب وهو فرحان ان الناس ألو له كل سنة طيب ناس بتعيد ميلادك يبقى ولاد ولاد عماما ولاد إخواله ولاد الشيوخ التانيين لما يضعفوا بقى قدام نفس الموسم ده موسم إننا النهاردة عيد ميلادي النهاردة يوم ميلادي ولازم يبقى الناس تحتفل به حيضعفوا وتكون انت السبب ويدريع الحق وده موضوع مش هايف ده موضوع مش هاين أكيد في حاجات أهم منه لكنه هو متعلق بحاجة ملك ربنا وحده دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس في المدينة فوجد لهم يومان يلعبون فيهما فقال عليه الصلاة والسلام ما هذان؟ قال هذان يومان نلعب فيهما فقال عليه الصلاة والسلام قد أبدلنا الله خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأطحى هو ده العيد أنا مسلم لا أحتفل برأس السنة أنا مسلم لي عيدان يوم الفطر ويوم الأطحى ممكن كلمتين دول تسجدوهم فيديو لأولادكم وتنشروهم أنا مسلم قول يا حبيبي أنا مسلم لا أحتفل برأس السنة لا أحتفل بعيد ميلادي أنا مسلم لي عيدان يوم الفطر ويوم الأطحى عرفت؟ فيش عجل اسمها عيد ميلادي لأ أنت تستحق إهدية وترطة ومكافأة وحفلة وفرحة وكل الناس تهنيك لما تحفظ جزء من القرآن لما تحفظ نص القرآن لما تختم القرآن لما تنجح في دراستك لما أبي وأمي يبقى راضين عنك تستحق مكافأة لما دي عدي فترة طويلة ما حدش بيشتكي منك في البيت ولما نكبر بابا وماما اللي يطلع منهم على المعاش أو اللي يبقى عنده عيد ميلاده كبير مش نعمله مفاجأة لإحتفال بعيد ميلاده مش هي دي المكافأة إن انت تكافأة إن عدة من عمره سنة لا العيد عيد انت كافأة كل مرة بره كل مرة اخترع لمناسبة يكون عمل فيها طاعة وعبادة الله أنت وشك نور باللحية الجميلة دي الله يا ماما دي مناسبة جميلة إن انت لبست الخمار إن انت ربنا أكرمك بقيام الليل ينفع يا جماعة نعمل مناسبة جمكشة نعمل تورطايا ونعمل زينة في البيت وبعدين هو إيه النهاردة وفق يا جماعة وأنتو عاملين إيه ده مناسبة إن انت يا أمي بتقوم الليل وابتدعيلنا حبينا نكافأك ده مناسبة إن انت يا بابا بترفع أديك وبتدعيلنا يوم الجمعة ينفع والله على فكرة مش هياف على فكرة دين سنة من قزد إليكم معروفا فكافئوه سرور تدخلوا على مسلم لكن نقلد الكفار نقلد المشركين نمشي على طريقة مش طريقة رسول الله عليه الصلاة والسلام حرم حرم مش من حقنا نعمل يوم ونسميه قيد خصوصا خصوصا إذا كان مرور الأعوام أصلا ده موسم للتدبر ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون ربنا سبحانه وتعالى بيقول أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ربنا سبحانه وتعالى بيقول قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوما فسألوا العاية الدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول أولا من نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النزير أربع آيات من كتاب الله ومعهم آيات تانية من القرآن الكريم حنتدبرهم برضو مع بعض إنما وأتوقع أن زمن الحالة أكيد مش هيسعني فنكمل مع بعض المعيضة إن شاء الله في بس مباشر على صفحتي على فيسبوك وعلى قناتي على يوتيوب واللي ما عندوش حساب على فيسبوك ما يفتحش أنا بدعي لللي ثابت على كده وما بيعملش حاجة هو شايف إنها خطر عليه هو طيب أكيد تريفونك على يوتيوب إن شاء الله أنت مسجل رقمي بقى بتاع خدمة الواتساب صح؟ كلك حافظينه 011-23-600-600 الرقم ده أنت مسجله هيبقى حاطة الحالة بتاعته على الواتساب لينك البث المباشر بتاعي النهاردة إن شاء الله ساعة 9 ونص مساء نكمل مع بعض تدبر الكلام الكتير ده بتاعي ابن القيم عليه رحمة الله في فهم هذه الآيات العظيمة الأربعة لكن اللي عايز أقول لك النهاردة ومش عايز الحالة أتعدي من غيره اوعى تتشائم من الأيام اوعى تشتم السنة اوعى تهنئ حد مش مسلم بمناسبة وتقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم يا حبيبي البر الرسول قال عنه حسن الخلق والقصد اللي هو العدل حسن الخلق والعدل ده لازم يكون حكايتنا مع النصارى ومع اليهود ومع كل البشر احنا يا جماعة لازم نبقى مؤدبين مع الجمادات مع الجمادات مع الأعاجم مع الحيوانات لما لعن رجل دبته في ركب رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له ارجع لا يصحبنا ملعون علشان لعن الجمل اللي معان ما تلعنش عربيتك شفت بقى احنا مؤدبين مع ايه لما قالت امرأة الحمى يا رسول الله لا بارك الله فيها فقال عليه الصلاة والسلام لا تسب الحمى يا جماعة ما تشتموش كورونا ما تشتموش المرض شفت بقى ازاي احنا مؤدبين مع الكل لازم نبقى مؤدبين مع كل النصارى مع اليهود مع كل خلق اللي مؤدبين لكن الادب مش معناه ان انا اتشبه بيه وقال له لما النصراني شريكي في الوطن جاري زميلي في الشغل مديري في الشغل اللي شغال عندي لما يمرض اعود وقال له الف سلام عليك الله يشفيك لما اكون انا مريض ابعد عنه علشان ما اعديهوش وما ازيهوش لما يحتاج مساعدة اساعده لما اتبحت بيهة سيدنا عبد الله بن عمر كان اذا دبحت بيهة ان قال اعطيتم جارنا اليهودي ويدجي اليهودي المروء او المعروف ده حاجة وان انا اقول له بمناسبة ان انت بتقول ان ربي له ولد كل سنة وانت كده على الحال ده انت طيب ينفع مش ممكن ينفع مش ممكن مش ممكن لو عندي شغال عندي موظف هتديهو مكافأة عيدية بالمناسبة دي لأ لما يجي عيد الفطر ادي النصاني اللي شغال عندك زي المسلمين ينفع انما في عيده هو اللي بيقول فيه ان ربنا سبحانه وتعالى له ولد اوعى تكافؤوا مش المقطع اللي انا بعتهلكم بقول فيه موزيع حب التجود راح تصورت في كنيسة القيامة في فلسطين بتقول احنا بصور هنا هو من الكنيسة اللي المسيح مدفون فيها مدفون فيها فواحد نصراني معلق لها بيقولها انت لو يهودية فاليهود بيقولوا ان المسيح لم يبعث اصلا وانت لو نصرانية النصرى بيقولوا ان المسيح قام مش مدفون في الارض قام ولو انت مسلمة المسلمين بيقولوا انه اصلا لم يصلب ولكن رفع فانت من انهي ملة اللي بتقول ان المسيح مدفون في كنيسة القيامة شفتوا يا جماعة اللي عايز يعمل خير مش بالتجود اللي عايز يجامل مش بالدين منفعش تقول ابتهالات عن سيدنا المسيح في الايام دي انت كده مش كيوت انت كده مش جميل انت كده مش فاهم حاجة المسيح عليه السلام اللي احنا بنؤمن به وبنصلي عليه والرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا صلوا على الانبياء كما تصلون علي المسيح عليه السلام اللي بنحبه اللي بنسمي اولادنا باسمه عيسى عليه السلام مش هو ده اللي بيحتفلوا به النصارى هم اساسا ما يعرفوش المسيح ده عليه السلام ايه اللغبطة اللي انت فيها دي مش كده يعرف دينك قل هو الله احد الله الصمد لم يلد لم يلد لم يلد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وجوه احد ده ربنا سبحانه وتعالى اللي مش ممكن نهني حد بمناسبة انه هو قال عنه سبحانه وانه له هو ولد او انه هو جل الله وتعالى عن ذلك علوان كبيرة هو المسيح عليه السلام والكلام ده نمرره مش فرض عليك توقف تقول يا خلقه كذا كذا ومالتعمل ايه مرره ما تخلقش المشكلة لكن ما تتبناش انت التهنية دي لما واحد يزنقك بيقولك يا عم انت مش هتقوله كل سامن طيب ولا ايه قول لو سمحت مش عايزين استذراف قوله ما تعملش فيها كيوت على حسابي ومررها يعني انت خليك ازجى من انت تبقى ايه بلمس وتخلق انت المشكلة وتتشنج لا خليك انت زكي وخدها بدحك وخلي عندك فن دعوة وفي النهاية في النهاية المصلحة فعلا هي كلمة السرج لما النصارى يشوفه ان الناس المتدينين بيبروهم وبيقصطوا اليهم وبيعملوا معهم المعروف ده اللي بيقيم الحياة مش التمثليات ومش الافتعال ومش التكلف في قول الله عز وجل وسيدنا مجاهد بيقول القحط والجوع والشدة والسنة والسنة سيدنا قتادة بيقول الغزو والجهاد مقاتل بيقول بالفضائح بالفضائح مر أو مرتين ربنا يفضح أعداء الدين سيدنا حزيفة رضي الله عنه يقول كنا نسمع في كل عام كذبة أو كذبتين فيضل بها فئام من الناس كثير كان لهم في كل عام كذبة أو كذبتان علشان كده الشائعات اللي بتحصل على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام الشائعة كبيرة تطلع على شيخ عظيم من مشايخنا هي دي مرة أو مرتين فضيحة فضيحة لحد من أعداء الدين لما يطلع واحد يقول أنا بقرأ ربع مليون كتاب أنا بقرأ نصف مليون كتاب ما شاء الله أنت بتقرأ يا خلودة نصف مليون كتاب يا خلود نصف مليون كتاب قرأتهم إمتى وإزاي وفين في خمس دائف ديئة واحدة بيقرأ أنت سكانر يا خلودة جبت منين الكلام ده يا خلود الكلام على سبيل المجاز الكلام مش عايزة هارية وتأليف الحق قبلج والباطل ولجلج بتقع من أفواهي من فضائح مرة أو مرتين عشان ربنا سبحانه وتعالى يخلينا نميز مين الصادق ومين الكاذب لما يجي العلامة علامة الدنيا الألباني عليه رحمة الله ينصف الله به الدين ويطهر به تراثنا من الأكاذيب ومن البدع ومن الموضوعات فتصفى به السنة ويقدم للأمة مشروع تقريب السنة الصحيحة يبقى عندنا بالإضافة للبخاري ومسلم أصح الكتب يبقى عندنا بقية كتب السنة يبقى عندنا صحيح الترمزي صحيح أبي داود صحيح النسائي صحيح سنة ابن ماجة شفت العظمة شفت العظمة دا جهد جهد جبار قدمه الشيخ الألباني عليه رحمة الله وانا وانت نمسك الكتب نشوف بس نتأكد وإحنا بنمسك أي كتاب حتى لو كان كتاب من كتب السلف العظماء تفسير ابن كثير زي كتاب من كتب العظماء في الفقه كتاب من كتب العظماء في السيرة كتاب من كتب العظماء في أي فن من الفنون والعقيدة بنحب ندور نشوف في تحت تخريج ولا لأ الحديث متخرج صحيحة وضعيفة ولا لأ دي بركة الشيخ الألباني عليه رحمة الله رائد رائد فتح الله به وقرب به السنة لنا بدل ما كنا كلنا مضطرين ومحتاجين نتعلم صنعة تصحيح وتضعيف الحديث اللي محتاجة بالإضافة إلى الزكاء والحنكة والفراسة ووسع القراءة والخبرة الشديدة محتاجة أيضا إلى تفرغ وقت كل ده يا زال الله خير الشيخ الألباني قدم لنا الكتب العظيمة دي بقى عندنا البخاري ومسلم جنبهم بقيت كتب السنة متصححة عندنا كتاب الترميزي طلع منه الضعيف كتاب سنن النسائي طلع منه الضعيف سنن أبي داود طلع منه الضعيف سنن ابن ماجئ طلع منه الضعيف بقى عندنا جنب البخاري ومسلم بقيت الأحاديث صحيحة زي ما كتاب البخاري ومسلم أحاديث صحيحة ونقرأ فيها وإحنا مغمضين غمض عينيك في الغارب لما تشوف صححه الألباني أيا كان الراوي بعد البخاري ومسلم شفت الجهد العظيم دا أهو الجبار دا بقى أهو الإنسان الجبار العظيم المناضر العلمي دا اللي سهر في المكتبات ونام في المكتبات وقدم للأمة أعظم خدمة في الزمان المعاصر دا أعظم خدمة علمية كان إذا قيل له أنت عالم يبكي ويقول بل أنا طويلب وعلم أنا مش طالب علم طويلب شفت كلمة أميمة تصغير أم أميمة رسول الله عليه السلام بيقول حتى الكوزيبة تكتب كوزيبة دا صغير تصغير يقول على نفسه أنا طويلب وعلم ويبكي شفت يا خلودة ما قالش عن نفسه يا خلودة إنه هو أرى نص من يوم كتاب وتباهى وقال أنا عالم وبعلم لا 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 الاحترام دا ربنا وزعه والمهابة والمكانة ربنا أنزلها من فوق سبع سماوات على من شاء على من شاء هو لا على من شاء لنفسه ومن يهن الله فما له من مكرم قال الله عز وجل أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين يفضح نفسه ويقول كلمة في السنة فضيحة تهتك سترو والعكس شائعة تهز إيمان أناس مرة أو مرتين في السنة أمراض وأوبئة مرة أو مرتين في السنة قحت ووجوع وشدة حروب ومعارك مرة أو مرتين في السنة ربنا منكرم علينا أنه بيسوق إلينا اللي بتلاقى دي عشان نصفه لما شيخ من مشايخنا يتهم ويؤذى مرة أو مرتين في السنة نعمل إيه بصوا يا جماعة الشيخ محمد حسان في مقام في مقام الدفاع عن نفسه رائد مذهل في تأصيل الأخلاق في تأصيل الأخلاق لما تسمع كان خرج مع موزيع أنا عارف إنه هو ممكن شيخنا ما يحبش نحن نقول عنه الكلام ده بس يا جماعة خلاص ده تاريخ ده تاريخ وتعامل ده سير أعنام النبلاء على الأرض ده الكتب اتفتحته بقت شخص 4D قدام الناس الشيخ يقعد في قناة من القنوات اللي هي مش قناة دينية مش بتاعته مع موزيع معروف إنه هو شرير والموزيع يستدرج يستدرج الشيخ ويشل الفيديو لداعية بيكلم وحش على الشيخ فيخرج من الشيخ ثلاث أصول تأكل نعيش طول حياتنا تصبرك يا داعية يا صغير بسهولة إنت إزاي بالثبات الانفعالي ده إذا كان الدعية اللي بيكلم عنك وحش إنت يا شيخنا الدكتور محمد حسان إنت عارف إن ده مش هيرجع في كلامه يعني إنت مش هتكسبه تاني والموزيع ده الوقت متمكن وفتح لك منبر للدعوة إنت 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 تبقى بالثبات ده ويقول بص القاعدة الأولى أنا أنا جاي أتكلم عن بلدي أنا جاي أتكلم في مواضيع عامة هم الناس حولت الموضوع عن شخصي ليه شفت دي شفت ان الإنسان يزهل عن نفسه ويهتم بأمر الأمة عمر مشيخ من مشيخنا فرح بدعوة الله يكتر من أمثالك لا احنا بس صغيرين بس الموهمين بس اللي ممكن نصدق لما الناس يقولون ربنا يكتر من أمثالك إنما العظماء يقولون لا كسر الله من أمثالي من أمثالي في هذه الأمة أول كلمة قال له أنا جاي أتكلم عن نفسي أنا جاي أتكلم عن الأمة ليه غيرتك الموضوع وخليته عن نفسي تاني حاجة قال له لن تستطيع أن تفسد بيني وبين أخي أخي كل ده كل ده مش هتقدر تفسد بيني وبين أخوي أيوة لازم نميز لازم نميز ونبقى فاهمين أني مش معنى أن حد غلط فيي وزع عني أن أنا أهضره بالكلية لا لا إنصاف عزيز ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل لما بحب أدور على كلمة في نصرة الأزهر وإنصاف الأزهر وإعطاء الأزهر مكانته بالرغم من كل شيء وأي خلاف بنا وبين بعض رجالاتي تلاقي بسهولة قوي كلام الشيخ محمد حسان يقول لن أخسرهم ولن أكف عن الدفاع عن الأزهر الشريف ولن أزر رجالات الأزهر يتهمون شوف العظمة أخويا 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 يلزمني قال إن فيها لوطن أنتوا رايحين تهلكوا قرية فيها أخويا سيدنا إبراهيم غار على القرية الثانية عشان قتل فيها أخوه قال إن فيها لوطن فإحنا ما ننساش إخواتنا دي القاعدة الثانية ثالث حاجة ووالله إني عاهدت الله أنني لا أكافئ من عصى الله فيه بمثل أن أطيع الله فيه إحنا مرتحين إحنا مرتحين لما حد بيتهمنا بتبقى فرصة حلوة نعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى بعبادة الصبر واللزة بضد ما نريد أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين من صفات الله إنه هو يبدئ ويعيد كورونا 2 السلالة التانية دي بتحكي لنا صفة من صفات الله إنه هو يبدئ ويعيد دلوقتي يا حبيبي في السلالة التانية فرصتنا اتكررت في صنع المعروف والبر بالناس والوفاء بالناس خلاص المرة الأولانية لما تقال كمامات كلنا قلنا إيه دا كمامات إيه اللي هي بتتحط على البقاء دي اللي هي بتاعت الدكاترة دي اللي هي بتاعت العمليات دي وبقى مش فاهمين يعني إيه كمامات وبقى إيه إحنا بنحاول إن إحنا نتصرف في موضوع الكمامات ظهر تجار يستغلوا الموضوع ويبيعوا اللي بقرش يبيعوا بعشر قروش علشان يستغلوا الناس دلوقتي لأ لما جات الفتنة تاني لما جات السلالة التانية عندنا فهم الكمامة أنا عايز أقول لكم حاجة في الكمامة وإنت شادت الكمامة على بقك كده وإنت بتردد الأذكار تحتها إنو إنك بترقي نفسك عشان ربنا يبارك نفسك وما يجيلكش كورونا إن شاء الله لما ربنا يديك مناعة قوية المناعة القوية دي من بركتها إن الأعراض عندك ضعيفة اوعى يكون الأعراض عندك ضعيفة يا دوب بتعمل بس كده مش بتموت زي اللي بيموتوا مش نفسك رايح مش زي المخنوقين اوعى تكافئ نعمة المناعة القوية بإن أنت تعمل نفسك ما عندكش المرض وتمشي وسط الناس وتنشره وتقول لي ده ده طلع برد خفيف برد خفيف عليك عشان ربنا لطيف لكن مش خفيف على غيرك ولا غير غيرك اللي حيتسلم عليه اللي حتكح معاه اللي حتوقف قدامه وقريب من جسمه وتختلط به ممكن هو كمان تبقى مناعته قوية بس أمه مناعتها ضعيفة تبقى قاتل تبقى خونت ربنا تبقى ما شكرتش ربنا إنه إداك مناعة قوية لا اتحمل ورضة إن الابتلاء ده ابتلاء كورونا اللي جالك ده بالرغم من إنه هو أصابك في صحتك إلا إنه كمان له تبعات مادية إنك هتقعد ما تروحش الشغل إنك مش هتركب موصلات إنك هتلغي الاجتماع إنك مش هتحضر المقرأة إنك مش هتنزل تصلي الجماعة اتحمل إنه هو له تبعات تانية منها تبعات مادية وبإذن الله رزقك حيزيت وربنا حيكتب لك وإنت حي وسليم أجر الشهيد أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين كل سنة ربنا سبحانه وتعالى بيقدر حاجات بتتكرر حاجات وابتلاءات علينا في صحتنا في فلوسنا في معارفنا بالناس يقول لك مين كان أندل واحد معاك في عشرين عشرين مين كان أكرم واحد معاك في عشرين عشرين مين كان له أفضل موقف معاك في عشرين عشرين أذكر الله أذكر الله دي كلها مواقف تتفكر فيها إزاي ربنا سبحانه وتعالى خل السنة عدت بالرغم من كل شيء قال الله عز وجل قال كم لبستم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فاسأل العياد دين قال إن لبستم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم كم لبستم من الذي قال كم لبستم المفسرون بيقولوا هو الله عز وجل وبعض المفسرون وبعض المفسرين قالوا الذي قال كم لبستم ملك من ملائكة الله موكل بتبكيت الناس وتخويفهم وقيل وهم ملائكة النار كل ما تسمع حد بيقولك عندك كم سنة كل ما تكتب في أبليكيشن عمرك افتكر كويس قوي افتكر كويس قوي 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 إن السؤال ده حتتسئله يوم القيامة ولو دخلت النار أعيذك بالله وأعوذ بالله من ذلك حيتقال لأهل النار كم لبستم في الأرض عادة السؤال الامام الطبري بيتسأل تساؤل جميل جدا بيقول فإن قيل أو الامام الرازي صاحب التساؤل الجميل ده بيقول كيف يقوله أهل النار لبسنا يوم أو بعض يوم والكذب محرم في الآخر مستحيل ممكن حد يجذب في الآخر مش ممكن حد يجذب في الآخر بعد مشبعني الجنة والنار يجذب ليه إزاي قال لبسنا يوم أو بعض يوم إزاي يقولوا كده هم عاشوا في الدنيا يوم أو بعض يوم قال لشدة أهوال ما رأوا في الدنيا لشدة أهوال النار نسوا الدنيا وصغرت فيه أعيوني كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لأبأس أهل أهل الدنيا من أهل الجنة أكثر واحد تعيس في الدنيا بس هو من أهل الجنة يقال له هل رأيت شقاء قط يغمس غمسة واحدة في الجنة ثم يقال له هل رأيت شقاء قط أنت كنت عيان أنا أنت كنت مديون أنا أنت كنت مسجون عمري أنت كان بينك وبين الناس مشاكل وبيتريعوا عليك وعلى شكلك وبيتريعوا على ظروفك وبيتكبروا عليك عبادة معا أنا أنا وبيتكلموا في إيده كاسة منجم بتاعة الجنة بيتكلموا عينيه على خد حوراء يرى صفحة وجهه هو في خدها بترد على السؤال الست دي اللي كانت مديونة وبيتقطع من جسمها من المرض ومبتلا في الدنيا ابتلاءات شديدة لكنها قاعدة في الجنة لابسة حرير وقدامها بحر كبير ملكها وجناين واسعة قدامها ملكها والحور والولدان بتحب النون القوي والولدان المخلدون مقطقطين حواليها فكرة لما كنت في الدنيا جوزك فقير وصبرتي جوزك متدين وكل ما يجي له قرش حرام يسيبه وصبرتي وكان بر بوالديه وصبرتي وياخد من حقك لإخواته وصبرتي فكرة يقول والله ما رأيته شقاء قط ولا مرة بيبؤس قط ويقال لأنعم أهل الدنيا من أهل النار اللي كان ما بينمشي إلا في اليخت اللي كان عنده طيارة فيها بسين اللي كان عنده سفينة فيها عمارة طوابق وأدوار اللي كان ملكه وبدعته ألاف الكنتنرات بتلف الكرة الأرضية كلها بغمسة وحدة في جهنم هل رأيت شقاء قط هل مرة بك بؤس قط فيقول لا والله ما رأيت سعادة يقال له هل رأيت نعيما قط فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط ولا زقت سعادة قط هي دي الدنيا اللي بتجري بسرعة وهي دي الأيام علشان تبقى سنة حلوة لازم نقرب من ربنا سبحانه وتعالى قال ابن الجوزي في المدهش من علم أن عندنا حسن المآب آب من خاف الجزاء بما في الكتاب تاب من حذر أليم العذاب زاب من سار في طريق الإيجاب إنجاب من ذكر فعل الموت بالأب والجد جد من تفكر في مرارة الكاس كاس أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الأكياس وأن يصلح لي ولكم سائر أحوالنا وأن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا وإياكم بعيني خذوا بالكم من نفسيكم وتفائلوا بالخير إن شاء الله عز وجل تجدوه وعلشان تبقى سنة حلوة لازم نبقى فطاعة إلا سبحانه وتعالى وتعالوا النهاردة نكمل مع بعض لقاء سنة حلوة ده على صفحاتي على فيسبوك ساعة ساعة ونص مساء وعلى قناتي على يوتيوب إن شاء الله في بس مباشر أسمعكم فيه وأكلمكم فيه السلام عليكم وعليكم وعليكم وبركاته مضى الوقت وما شبعنا ولكن ثبتت الفوائد انشروا الحق ودعوه لهذه السنم والفرائض يا أمة الخير فعملوا